توقع دلوقتي واضح وصريح مين اللي هيفوز بكأس الأمم الأفريقية؟ مش مصر ايه؟ مش مصر مش مصر؟ طب مين هم المين؟ الفرق اللي هتستعد كويس احنا مش هنستعد طب انت قرر يعني قلت على ايه مش مصر طيب كابتل ريدو عبدالعال كابتل ريدو عبدالعال قال اللي هيفوز بكأس الأمم الأفريقية القادمة 2019 مش مصر ليه يا كابتل ريدو هو عارف ليه كابتل ريدو لا ما تقول ليه يا كابتل ريدو اولا اولا ليه الاحباط ده من اول بالعكس يجب عن ما احنا بنتكلم انا هقولك مصر بكأس العالم هينفع؟ لا بس بتقوله على ارضنا طب وانت اصلا المدرب اللي انت جايبه ده يشيل تيم الله يعني يبعث من جديد لا احنا بنتكلم بمتال امانة ها جيري اه طبعا انت مش عاجبك اجيري؟ لا طبعا بجد؟ اه والله طب اتفرج على اجيري يا عمي انت تتفرج يا كابتل ريدو انا اتفرجت خلاص وعرفت انه هو راجل يعني لما يطلع ويقولك مروان محسن ومحمد الشناوي لعب اربع مطشاط تعرف انه راجل دماغه ما فياش كورة طبعا انا عايز بس الميديا والسوشال ميديا زي ما بتجيب كلام ريدا في السال بيقولك مش هنكسب مش هناخد حاجة مش هنعمل وتركز عليها عايز اما تكتدي البطولة ان شاء الله وان شاء الله مصر تكسبها اه اني جيب برضو الكلام اللي بيقولوا ريدا يعني انت رأيك يا كابتل انا بوس انا اما تتكلم مع محمد صلاح تقول له احنا جبنا لك البطولة اه والدور عليكم ان انتو تاخدوا البطولة وتحس في عين محمد صلاح انه فعلا عايز ااخد بطولة زي دي اه قال لك ايه وده هيبقى حساس قال لي ان شاء الله هناخد اه بقى محمد صلاح بالحضاشر معليش محمد صلاح اه ايه لعمل واحده مهم جدا مش لازم يبقى فيه نص ملعب بويس عندك نص ملعب عندك النني نص ملعب عندك طريق حامد نص ملعب عندك مين عندك لعيبة كتير عندك لعيبة كتير يعني محمد صلاح قال لك ان شاء الله هناخد كاس الأم الأفريقية بإذن الله هو واضح وصريح هو يعني نفسه يحقق في تاريخه والله العظيم اتمنى والله العظيم اتمنى ان طبعا صلاح الاركام اللي بيعملها وبيحققها دي نقيص له أم أفريقية بالزبط يعني بعد كاس العالم يعني صلاح لعب إولمبيات منظبوط لعب كاس العالم увollayayb كاس العالم يعني بصت أنا أحرزت هدف في الأوليمبيات وفي كاس العالم هو أحرز هدف في الأوليمبيات وفي كاس العالم وفي أفريقيا وفي أفريقيا طبعا وفي أفريقيا انا اتمنى بق liberatedك انت جايب جايب مدرب لا مش مش على الحدث اذا دي وجهة ناظرك عسونا مدرب ما ماشي قا وحضرتك مش مدرب طيب أنا اتكلم نوجهة نظر طيب أنا عايز على الهواء وبعد حضرتها بستنى بقى عشان يبقى الرهانة على الهواء طيب اتفضل لو ما خدناش البطولة دي الراجل دا يمشي وتجيبه الراجل بتعوادي دجلة ما ممكن ما بقاش هو السبب والمدرب ما ليش دعوة بقى كو بص أي حاجة بشي للمدرب قول لي انت بقى يا كابتر لما انت بقى تفعله لغا من العصور يا عايزة أقول لهم يرهنك على الهواء طيب عايزة أقول لحضرتك حاجة انا ما خدناش البطولة بتاعت الجابون بسبب المدرب اه طبعا لا اقول لك ليه بسبب المصر في اللعيبة لك عندنا مشاكل انت كنت هناك يا مهيب يا كابتر ماجدي قول كلمة حق يا مهيب استنى بس استنى بس استنى بحضر لك الحرارة 40 قول يا مهيب استنى بس انا ما كنتش هناك لكن انا سمعت وشوفك يابا انت كنت واخد ناس ترانزيت هناك راح تتفسح ما هو الغلط عليه انت ما خدتش دكة قوية وكان فيه ناس تستاهل تسافر بطولة الامم دي ما سافرتش قولي كان مين رأس الحربة بعد اصابة مراوان محسن هو ما خدش ليه ما كان فيه عند احمد علي وكان عنده عمر مرغي وكان ايه اسمعني وباسم مرسي خد احمد كسن كوكا كوكا؟ ايوه ما عملش حاجة ما عملش حاجة الرجل قيل ماشي هو من نارضة انت بتنائي واحد بيلعب يا حبيبي اسمعني انت واحد منتارف بيلعب في البرتغال يا كابتر ماجدي اسمعني خلينا كمل وبعد كده اعنقب زمان تعايد وانا لما اروح كاس الامم الافريقية وانا رايح دورة رمضانية مش لازم اشوف كمين احسن ناس في الموقع هم دول اللي لا لا يا حبيبي الاختيرات تقول لي مين اللي مراحش عمر مارعي واحمد علي وباسم مرسي ادي ثلاثة احمد علي ما وعين اه طبعا